الغياب بعداً على الملعب وفكرة غيابات للعيبة يعني الغيابات خلينا نقول إنه معظمها ما كانش مفاجئ يعني معظمها كان معروف بقى له في حد فترة والأهلي كان قدامه أو مارس الكولر تحديداً كان قدامه وقت كان عنده فرصة إنه يقدر يؤهل اللعيبة حتى اللي موجودة إنه هو كل واحد يلعب في مكانه ويبقى جاهز وفيه جاهزية تامة إن كان بدنياً زهنان أي مكان. ليه ده ما حصلش؟ دي حاجة. تاني حاجة هل إحنا لسه مستنين أو لسه الأهلي شايف إنه مفروض يبزل جهد أكبر في فكرة إنه يدي فرصة للمدست إنه يثبت إنه مكانه وسط الأهلي أنا أبدأ من جزء تاني إنه مدست أنا شايف إنه خلاص استنفذ حتى وإن كانت فرص قليلة لكن اللعيب يبان من لمسته هو ما أثرش فخلاص فالأمور بالنسبة للمدست خلاص هل دي حقيقة؟ ده من تعليقاتي لكن مدست كان بيكلم عن إنه جاي وكأنه رايح دولة من دول الخليج هيلعب علشان يكمل مسارة الأحترافية في الوقت الأخير فأنا شايف إنه مدست أصلاً عقليته ما كانتش تسمح لي إنه يبقى موجود مع نادي الأهلي بعقلية نادي الأهلي إنه أنا جاي أكسب كل المباريات مش البطولات ده المباريات اللي بتدي تفاصيل للوصول للبطولات الجزء التاني مرسل كل أرأى لعب مع لعابي نادي الأهلي على فكرة إنه أهياءهم لكن الغياب عن المباريات مؤثر لعب زي ريدا سليم هو عادة من الإصابة ليه ما تبتديش به أو حتى تغيره بدري اللعب لما نزل أثر وكان محتاجه في المساحات اللي كانت موجودة خلف دفاعات شباب بالوزداد في الشرط التاني لكن هو برضو تغيير المتأخرة إدارة المباراة المشكلة في إدارة المباراة مع مرسيل كولر ثقته زيادة في بعض اللعبين اللي المفروض ما يكونش لهم استمرارية على الأرض نلعب بشكل طويل فكان لازم يبقى تغيير من بدري شوية لكن برضو فكرة البعد عن المباريات لفترة طويلة مؤثر بشكل أو بآخر على اللعبين حتى اللعبين الدوليين اللي جايين مش في حالتهم مع عدم تفاهم والانسجام بالتغييرات الكتيرة اللي ده خليتها على تشكيل النادي الأهلية شفت أداء إمام عشور الزينبر لا أولا 50% حتى من قدراته إمام عشور من أمر اللعبين الفنانين الموهوبين اللي موجودين في الكرة المصرية لكن القناع اللي هو لابسه ما بعد الوقع اللي كانت مع متخب مصر هو بيتحرك بشكل كويس لكن في بعض الأمور اللي لما بيطلع يتقدم ما بيرجعش يقدل أدوار دفعية أو حتى تحركه بدون كرة ما كانش بالشكل المؤثر أو زي ما كان في كاسة علم لأندي على سبيل المثال مع ناد الأهلي أو حتى مع متخبنا الوطني في كتير من المباريات خلال دور المجموعات أدى بشكل قوي جدا كشغل فاردي لكن كشغل جماعي مع ناد الأهلي ما أثرش لكن مهم أنه يبقى على أرض الملعب لأنه لمسة واحدة منه ممكن تغير تنقل الملعب في ظل أنه ما بيلعبش بيصنع ألعاب كلاسيكي زي محمد مجدي أفشا ومارسيل كولر وبيستعين بيه في الشوط التاني ومن ثم هو ده اللي بيحل الأزمة أنه إمام يستلم كرة من قلب نص ملعبه ويبدأ أنه هو يطلع يشغل يخدم على الأداء الهجومي بالنسبة ليه الطيارات ده إن كانوا في حالتهم زي طهر محمد طهر اللي كان بره الخدمة أو في الشوط التاني حسين الشاحات واللي نزل نزل كان بتأخر فما كانش عايش في أجواء المباراة خلي أرجع معاك برضو لنقطة مهمة أنت تكلمت فيها فكرة أنه كل لعيب مفروض أنه يكون معروف قدرته على الأداء في الملعب قد إيه يقدر يعمل إيه في الملعب يقدم لحد إمتى إمتى أغيره دي نقطة مهمة قوي دي مالهاش علاقة يمكن بفنيات المباراة لكن ليه علاقة بجاهزية الفريق ومعرفة كل لعب عندي قدرته إيه ودي بيلزمها خلينا نقول تقنيات ومتابعة دورية ومتابعة دقيقة جدا لكل لعب موجود في الفريق إن كان لعب رئيسي أو لعب احتياطي ده موجود في النادي الأهلي يعني ده بيتم بهذا الشكل الدوري والدقيق في النادي الأهلي أنه مارسال كولر زي ما كنتم تتكلم عارف كل لعيب ينزل إمتى وإمتى أخرجه وإمتى أبدل أو ده موجود؟ هو المفروض ده موجود الدرجة من الإيجادة إنه بيتعامل أسواس كاوتينج بيجيده بنشوف العبين هبسطها كده للناس بنشوفهم لابسين حاجة سؤودة كده لنص الجزء الجسد الأعلى كده بيبقى فيها سينسور أو بيعدد النبضات معدل اللي يقع أول ما تنور رحمر الراجل ده ممكن ما يكملش على الأرض الملع أو هيجي له كرامب أو شد عدد لو دوست عليه أكتر مكده فبيبقى فيه عدد دايق بالنسبة للعبين ده موجود في العالم وبدأ يبقى موجود في مصر في السنوات الأخيرة بما فيها نادي الأهلي هو المفروض الأعلى في هذا الليفل ففيه ناس شغال على ده إنها بتودي المرسيل كولر إشارات الراجل ده لا يصلح بعد كده إنه يبقى على الأرض ملعب وإلا يبقى عدد على الفرقة إدارة بقى مرسيل كولر قرار مرسيل كولر المكابرة في بعض الأحيان في قرارات تغيير بعض اللعبين إعطاء فرص اللعبين لا يستحقوا أن يكونوا موجودين في تشكيلة النادي الأهلي فالإدارة بالنسبة للمرسيل كولر هي اللي ممكن تبوز شغل محترف موجود من فريق عمل إلى جوار مرسيل كولر في النادي الأهلي موجود الشغل ده لكن تنفيذه على الأرض ملعب إزاي ما ممكن تكون عقليتك أنت لا تسمح أو عقلية اللعبين ما بتتأقلمش مع الأفكار والتطور ده جميل توقعاتك للمباراة اللي جاي يوم الجمعة مع مدياما الغاني وحسابات المجموعة سريعا في مدياما الغاني لسه هنلعب وفيه كمان فريق التنزاني اللي هو يونج أفريكنز يونج أفريكنز ومدياما الحسابات ماشية زي في المبنوعة الخاصة بنادي الأهلي أول أهلي كده كده متصدر بتلت عدلات وفوز وحيد وزي ما قلنا ده تالت سنة على التوالي في أول أربع جوالات وده أمر يعطينا فكرة أنه فألة حسن لأنه آخر نسختين حنا وصلنا الفاينال ونادي الأهلي وصل للفاينال ففيه ندرون فألة حسن لكن إدارة المباراتين القادمتين مدياما ما بعد ذلك يانج أفريكنز فريقين ما عندهمش قدرات اللي اتتعب النادي الأهلي ما دمش الخبرة الكبيرة برضو أو التقل الأفريقي ولكن الواقع على الأرض المعلم هو اللي بيحفظ ندر الأهلي عنده مباراة في الخارج مباراة في الداخل يقدر أنه يحسم حتى وإن كان تعادل في الخارج وفوز في الداخل لكن في الأخير الأهلي يقدر أنه يعبر دور المجموعة ويتصدر مجموعته حتى ألا يعاني في الأدوار القادمة لكن الأهلي قادر على أنه يفوز في المباراتين لو عدل من الأمور وعادة اللعبين المصابين لما الإصابات القريبة مش الإصابات البعيدة يعني يتمنى الشفاء لمحمد شتناوي لكن برسيتاوه يكون مؤثر لعبين الكثر في إيناد الأهلي غايبين هيكون مؤثرين بشكل أو بأخر في الإجابية